موسيقى قال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف إن روسيا مستعدة للتأثير على الانفصالين في شرق أوكرانيا لتطبيق اتفاق منسك للسلام شريطة أن تقوم كل من ألمانيا وفرنسا بالتأثير على كييف تصريح لافروف جاء خلال مؤتمر صعفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية في ديريكا موغيرينيا حيث ناقشت طرفان بالتفصيل الوضع في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم المحتلة أكدت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية مشيرة أيضا إلى الخلافات مع روسيا حول تقييم الوضع في أوكرانيا وقالت فيديريكا موغيريني إن الوضع في شرق أوكرانيا أصبح مسألة ملحة بعد الانفجار الذي تعرضت له سيارة بعثة منظمة الأمن والتعاون في منطقة لهانسك وقال لافروف بدوره إن الحكومة الأوكرانية تحاول إعادة ترتيبات اتفاق منسك وفق مصالحها الأمر الذي يضع العملية برمتها على طريق مزدود على حد قوله ترجمة نانسي قنقر